السلام عليكم أهلا بكم أصدقاء القناة إن شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن حل مشكلة استهلاك البطارية هناك بعض التطبيقات تعمل في الخلفية وتقوم باستهلاك الكثير من طاقة البطارية وهذه المشكلة في الكثير من الهواتف هواتف شاومي وهواتف سامسونج وبعض الهواتف الأخرى إن شاء الله سوف نشاهد في هذا الفيديو كيف يمكن حل هذه الاشكالية لكن قبل البد في شرح الفيديو إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة أتمنى التكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد نقوم بتنزيل عبر هذه القناة ونتابع الفيديو أولا نشاهد الطريقة الخاصة بهواتف سامسونج نذهب إلى الضبط العناية بالجهاز وبعد ذلك نأتي إلى البطارية تشاهد هذه هي التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتقوم باستهلاك الكثير من البطارية بالمثال تطبيق اليوتيوب نريد إيقاف تشغيل هذا التطبيق في الخلفية نأتي إلى التطبيق نقوم بالضغط عليه وبعد ذلك نقوم بالضغط على وضع التطبيق في حالة السكون نقوم بتفعيل هذا الخيار كما تشاهد وهناك طريقة أخرى أيضا هي لهواتف سامسونج نأتي إلى التطبيق نفسه ونقوم بالضغط مطولا على التطبيق وبعد ذلك نأتي إلى معلومات التطبيق وبعد ذلك نأتي إلى البطارية وبعد ذلك نقوم بالغاء تفعيل هذا الخيار أما بخصوص بعض الأجهزة الأخرى كأجهزة شاومي أو ما لا ذلك على سبيل المثال نقوم بالذهاب إلى التطبيق اليوتيوب ونضغط مطولا على التطبيق ونأتي إلى معلومات التطبيق وبعد ذلك نأتي إلى البطارية وبعد ذلك نضغط على موفر البطارية وبعد ذلك نقوم بالضغط على تقييد النشاط في الخلفية وبهذه الطريقة نكون قد وفرنا من استلاك البطارية أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته